بسم الله الرحمن الرحيم وهمية بناء الأمم على أساس مبدأ العدالة كليتك رفون إخواني بدأنا بهذه الحكومة سوية بتحديات كبيرة تحديات اقتصادية أمنية سياسية وصحية وقبلنا هذا التحدي وصلنا تقريبا سنة نص نعمل على تدديل كل العقبات بظروف معقدة جدا بلد في مشكلة سياسية حقيقية ما بعد انتخابات مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل الحل يحتاج إلى حوار ويحتاج إلى حكمة وتضحية كما ضحى الإمام الحسين من أجل القيم ومن أجل العدالة ومن أجل الدين مطلوب من القادة السياسيين كذلك يقدموا التضحية من أجل الوطن ومن أجل العراق وابنانا هذه التحديات بيتنعكس على أداء الحكومة وأداء كل مؤسسات الدول العراقية هذه الحكومة صالها ما يقارب ثمان وعشرين شهر تقريبا سنتين ونص المؤسف له أن خلال هذه السنتين ونص فقط ستة شهر عدة موازنة كيف تشتغل الدولة أو الحكومة بغياب الموازنة لم تمر فترة عصيبة كما نمر بها الوقت الحالي مع كل هذا عملنا على التدليل من كثير من المشاكل وكانت هناك مشاريع فاشلة تم التخطيط لها منذ سنين طويلة عملنا على أحياها وحاولنا لفرص نجاح على بناء وإنجاز المستشفيات المتلكة مشاريع تخص الكهرباء ومشاريع خدماتية أخرى ولكن بدون موجود موازنة ستعطل حياة الناس نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022 وموازنة ماكو والخلل ليس عند الحكومة من الخلل بسبب الوضع السياسي الموجود في البلد كيف نقوم ببناء مدارس وتبريج الشارع وبناء مشاريع مع غياب توافق سياسي على تشكيل حكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي من مؤسف أنه ناس لا تستحق هذا الظرف شعبنا لا يستحق هذا الظرف يستحق ظروف أفضل أن نضحي من أجل الناس ومن أجل بناء المستقبل كما ذلك التخلاف السياسي في كل صراحة أقول له يا أخوان بدأنا نعكس على الواقع الخدماتي في الدولة العراقية وعليه يجب أن نبحث عن حل ولهذا أدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا معنا غيره أما اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي أو التصعيد عن طريق سوشال ميديا وإشاعة نوع من الفوضى والإحباط على الناس هذا سوف لن نساعد في بناء الدولة العراقية الحديثة التجبة الديمقراطية الحديثة نحن دمقراطية فتية ونحتاج أن نتصرف بكل حكمة وبكل عقل أرجع أقول موضوع الموازنة موضوع خطير جدا عندنا مفرموالية جيدة نحتاج تستثمرها في عادة بناء البناء التحتية وكذلك تحقيق بعض الأحلام البسيطة للعراقيين أن يشوفوا بلدهم بلد تحفظ قرامة مواطني وتحفظ أمنيات يشوفون ابنائهم في مدارد جيدة طرق معقولة ومؤسسات تأخرنا كثيرا منذ 11 عام والآن عندنا فرصة هذه الحكومة الحمد لله شكر كانت حكومة وسطية في مسافة واحدة من الجميع ركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي ولهذا أقول بكسرة نحن نقف في منتصف الطريق بمسافة واحدة من الجميع وعلي أتمنى من الآخرين من الكتل السياسة تدعمها الحكومة لإنجاز مهمتها وعلى الكتل السياسة يجاد حل للنسداد السياسي أحكم مقامة واجبها كانت عندنا إزمة اقتصادية حقيقية وكانت هناك بدايات انهيار اقتصادي والحمد لله وشكر رغم وجود غياب الموازنة نجحنا بتوفير رواتب موظفية الدولة العراقية ولم نتأخر يوم واحد باستثناء شهر العاشر من عام عشرين تأخرنا تقريباً سبوعاً بسبب قرارة شئناً محتاجة بلا مال للاختراض والحمد لله وشكر لم نتأخر بدفع رواتب وفننا الأموال لمشاريع الكهرباء وفننا أموال لمشاريع تخص الصحة وكذلك وفننا أموال لمشاريع للمشاريع المتلكة كما ذكرت قبل قليل عليه يجب أن نعمل بكل قوة لمساعدة أبنانا والناس تنطرر من عندنا الكثير كثير من حقها تنطرر الناس والطالب الحكومة ولكن على المواطنين يعرفوا أن الحكومة في كل يوم تتأخر في حل للنسلات السياسية الحكومة يتم تقييدها وظروفها تكون صعبة وتكون في وضع أن تكون لا تستطيع أن تقوم بجزء من واجباتها هذا الموضوع حبيتها طرح أخوان وذكر المواطنين وذكر الكثير السياسية أن هذه الحكومة عمرها 28 شهر فقط 6 شرعة موازنة والتأخير موسب للحكومة التأخير أنه البنمان والكثير السياسية يجب أن تتحامل مع الحكومة وتتعاون في إيجاد حل لموضوع الموازنة نحن جاهزين لكن حكومة تصريف أعمال تصريف أعمال مقرون بشهر واحد ومقرون أنه تبقى 9 شهر لا يوجد حكومة لهذا الدستور شخص فالحكومة تشكل فالفترة معينة فمن غير معقول تبقى الحكومة مكبلة والتوقيتات الدستورية تم تجاوزها ومطلومة عندنا نبقى حكومة تصريف أعمال هذا غير ممكن هذا مثل واحد يقول أنه عن انتحر مع كل هذا نقال من التحدي وبكل هدوء تحملنا الظلم تحملنا الافتراءات وتحملنا كل الإجهاءات التي حالها تأخذ من عزيمة السادة والوزراء من كادر الحكومة من أجل عراق ومجل عراقين ومجل الناس أقولها بكل صراحة نحن قبلنا هذه المسؤولية لكي نحقن دماء الناس جئنا مضروف صعبة وقبلنا المسؤولية وكل مقومات النجاح قادمة متوفرة نقبلنا المسؤولية والحمد لله وشكر هالحكومة نجحت خلال سنة ونص من إنجاز أعمال لم تحقي حكومة إلا بدورتين في سنة ونص والحمد لله وشكر عندنا القدرة نستمر في عمل وخدمة ناسنا وشعبنا ولكن يجب أن تكون هناك دعم سياسي حقيقي للحكومة وليس الخلافات السياسية الأطراف دائما تحول الصراع تجاه الحكومة حكومة العلاقة نحن ليس طرف بالصراع السياسي أقوله بكل صراحة عليه يجب أن نستلهم التجارب نستلهم هذا الشهر محرم الحرام اللي حرم فيه القتال وهذا الشهر اللي كان هو دعوة دائما للصلح والحوار فأدعو الجميع للحوار في هذا الشهر قدمنا مبادرة ولاقة استحسان أغلب الكتل السياسية للحوار وموازننا نعمل بكل قوة مع كل طرف السياسية لتيتظروف لإيجاد فرصة للحوار نظامنا الديمقراطي يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة وإذا كانت هناك فقرات بالدستور تستحق التصحيح أو التغيير يجب أن نكون توافق عليها بين كل أمن الشعب العراقي مرة ثانية يتمنى على الجميع أن من الله علينا وعلى الجميع بالصبر وبالحكمة من أجل استقبل بلدنا ومن أجل التاريخ ومن أجل أطفالنا وأحفادنا هل حبيت أخليكم ببعض الأجواء الظروف السياسية اللي مر بها بلد مرنا بمحنة خلال أسبوعين ثلاثة الماضية والحمد لله تعاطي بكل هدوء مع الأزمة نجحنا بأن يكون هناك دماء عراقي تسيل على أراضي عراقية الحمد لله وشكر وسوف نستمر بهذا النهج واختر من يعتقد أن هذه الحكومة تعمل على توريط أو توتير لجواء خطانين نحن نقولنا من اليوم الأول نحن مستعدين لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة وفي اللحظة يتفق بيقدر السياسي جاهزين أما الحديث أن الحكومة تعمل أو رئيس وزار يعمل على طيب التشكيل أو حل حتى يبقى من يقبل من يقبل الذي يبقى بهذه الظروف الصعبة هذه القصة ليست قصة منصبة قصة قصة نجاح أما أن نقبل أن نكون ناجحين وأن نقبل التحدي أو بكل تأكيد على الكتر السياسي أن تقوم بدورها بإيجاد حل لهذا الأستاذ لأن ننطلق نحو عراق ومشرق عراق بفرصة للأمل ويجب أن يكون متفاعلين ويجب أن نومن أنه لا حل إلا بالحوار أنا ذكرت يوم أمس وذكرت قبل أسبوع وأكررها الآن وأكررها غدا ألف سنة من الحوار أفضل من اللحظة فيها الصدام بين عراقيين الدم عراقي غالي وشعبنا عان الكثير منذ سبعين سنة يعني وعليه يجب أن لا نكرر هذه الثقافة ثقافة أن ندمر أنفسنا بأنفسنا ونعمل على تدمير فرصة تاريخية أن العراق ممكن يكون اليوم في موقع آخر متقدم عند أمكانيات وثروات وعند مفرمالية ساعدنا في بناء بلدنا والحمد لله شكرا نجحنا خلال هالسنتين بعادة ترميم علاقاتنا مع كل دول العالم وصف العراق نقطة لللقاء ونقطة للتكامل مع الآخرين من أجل خدمة شعبنا وخدمة شعوب المنطقة أتمنى لكم كل توفيق أحبط أخليكم بهذا إجواء إذا أكون أي ملاحظات أخوان أنا جاهز استماع أو نصائح ومن ثم نبدأ برنامجنا المحتاد إن شاء الله الله يمنع علينا بالصبر وبالتوفيق وبالحكمة جميعا شكرا جزيلا